السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر محمد الجاهز طلاب 3 سنوي 2022 تعالوا بقى دباتي في بيج 61 هنبدأ كده أول جزء وأول تشابتر من قصة Great Expectations تشابتر 1 طبعا قصة السنة دي علينا وحتى الآن يعني مش عارفين بقى هتكون مقررة في الامتحان أو لأ ولكن من باب الاحتياط واجب تعالوا ناخدها ونقراها معاكم تعال أول نبدأ بمفردات القصة أو كلمتها ومن بعد كده نقرأ أحداث تشابتر ونترجموه ويلا نبدأ معاكم القصة اسمها Great Expectations لأمال عظيمة أو توقعات عظيمة عندك أول كلمة اسمها Bulbara mars march خططع اللقفYA عظيمة نقرأ 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 بدأر نقرأ نقرأ بدأر 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 blacksmith, disappear, orphan, towards, knots, shake, file, shape, conviction, conviction ليه معناها إدانة بعد كده عندك commit crime, commit crime feel, guilty, feel, guilty buy, pie soldier, soldier escape, escape glad, glad jump out of my skin jump of, jump out of my skin smooth, smooth horse shoes, horse shoes environment, environment environment impression 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 هنا بعد ما قلنا conviction conviction get away delicious guest handcuffs ليه كده بشات أو قيود security 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 admit admit linked with linked with tool tool except for except for natural natural reflect reflect تعالوا بقى نقرى الأحداث لتشابتر ونترجمها معاكم عندك هنا بيقولك one cold grey afternoon in the middle of winter طبعا هنا cold بارد grey يعني هنا مش يقصد بقى لونه رمادي يقصد نهم غيم أو لونه غامي afternoon in the middle of winter في منتصف الشتاء a small boy sat alone ولد صغير جلس بمفرده near the mashes بالقرب من الأحراش أو المستنقعات he was crying كان يبكي that small boy was me ذلك الطفل الصغير كان أنا طبعا ده راوي القصة هو اللي بيحكي يا شباب Philip 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 دوت البطل وراوي ايه القصة as my name was difficult to say when I was small my name became bib I was crying because it was christmas eve and I was an orphan my parents were dead يبه هنا الولد بيقول كمان لان اسمه كان صعب النطء وهو صغير لما كان لسه small اسمه طبعا بيكين bib bib يعني هما اختصروبا bib بدل Philip bib أصبح bib I was crying كان بيعيط وبيبكي بسبب ده ان هو كان الكريسمس وكمان هو كان أورفن يعني يتيم my parents بيقول ان والديه where did كانوا ميتين او متوفين بيقول هنا and so where five of my brothers and sisters يعني بابا ومامته متوفين وكمان خمسة من اخواته الولاد والبنات this happened when I was very young ده حصل لما كنت صغير جدا and so I didn't remember them عشان كده لا اتذكرهم I had lived with my sister and her husband ونعيش مع اختي وزوجها Joe Gregory Joe Gregory for most of my life لمعظم حياتي Joe was the village blacksmith Joe دوت كان هو الحداد بتاع القرية and Mrs. Joe was twenty years older than me ومراته بقى اللي هي Mrs. Joe اللي هي اخته يعني كانت اكبر من اخوها بعشرين سنة she was tall and thin كانت طويلة ونحيفة and like to complain about me وتحب تشتكي بسببي she was angry كانت حتى غاضبة but Joe was very friend ولكن جودا كان صديقي بقى Joe كان صديقي on his great afternoon في on this great afternoon في ذلك المسائل اللي هو طبعا يقصد يقول بقى مظلم أو كان يعني غير لطيف بالنسباله when I was about seven years old لما كان عمره حوالي سبع سنين I had walked down to the graveyard مشيت لغاية graveyard المقبرة at the edge of the village اللي هي على حفة أو نهاية القرية I set by my parents grave قعد جنب قبر والديه as the afternoon light slowly disappeared وهو في الوقت دوت كان ضوء بقى الأفترنون يختفي ببطء أو قليلا قليلا بقول هنا the marches nearby became dark and frightening الأحراش اللي هي القريبة طبعا كانت هنا غمأة أو كانت dark بدأت تظلم وكمان بدأت لهي تصبح يعني frightening مخيفة بقول الأحراش القريبة became dark and frightening مخيفة I was going to leave and go home وكنت على وشك المغادرة والذهاب للبيت when a terrible voice shouted quiet لما صوت رهيب صاح quiet يعني بهدوب أو اهدأ then a man appeared from behind a grave ثم ظهر رجل من خلف قبر I nearly jumped out of my skin طبعا يقصد هنا كادا يموت من الرعب أو الخوف what's your name boy ما اسمك يا غلام he shouted walking slowly towards me وهو يمشي ببطء نحوي bipsa show me where you live said the man وريني انت عايش فيه I pointed to my village شورت على القرية not far away ليست بعيدة من هنا who do you live with مع من تعيش my sister sir mrs joe gregory she's the wife of joe gregory the blacksmith زوجة الحداد a blacksmith the man locked down and I wore I saw his leg irons رجل بص وأنا شفت الحديد اللي فرج ليه then I noticed ثم لاحظته then I noticed his old grey clothes ملابسه grey اللي اللي انها بني طبعا القديمة and his thin dirty face وجهه النحيف المتسخ he was shaking كان ارتجف do you know what a blacksmith's file is he asked it yes sir he suddenly grabbed my shoulder and shocked me فجأة جذبني أو شدني من كتفي وقعد يهزني I want you to bring me that file early tomorrow morning عايزك تجيب لي الفايل دوت بكرة صباحا مبكرا وطبعا خلي بالكو هو يقصد هنا بالفايل دوت مش فايل اللي هو ملف لا يقصد به المبرد المبرد طبعا عشان عايز يفك الحديد اللي الموجود في رجلي تمام طيب بعد كده قال له عايزك تجيبهولي early tomorrow morning and some food too وبعض الطعام ايضا then I will let you live وبعد كده هسيبك تعيش what do you say انت هتقولي بقى او رأيك كيف الموضوع ده I was frightened so I promised to bring the file اللي هو المبرد زي ما قلنا and the food to him the next day now go home he shouted I ran until I could run no more عادت اجري لغاية لما ما بقيتش قادر اجري اكتر من كده when I looked back عندما نظرت الى الخلف I saw the man far out of my out on the marshes ايه تراجل بعيد هناك على الادغال او في الاحراش دي a black shape against the angry red sky once I got my breath pack I heard يعني انا التقطت انفاسي I heard home as fast as I could واسرعت الى المنزل باقصى سرعة قدرت ان انا اجري بيها when I ran into the kitchen عندما جريت داخل المطبخ feeling happy to be home safely بس اشعر بالسعادة طبعا لكوني في المنزل بامان mrs joe angrily asked me where i had been mrs joe يا اخته طبعا سألته بغضب اين كان only to the graveyard i cried فقط كنت في المقبرة graveyard she shouted your luck not to have been putting the graveyard long ago انت محظوظ انك متحطتش في المقبرة دي منذ زمن بعيد it's because of me ده بسبب انا that you are still here ان انت ما زلت here يعني هنا but i didn't want to look after you بس انا مش عايز اعتني بيك بق it's bad enough being a black smith's wife يكفيني سوء حظي ان انا زوجة الحداد i never asked to be your mother عمر ما طلبت ان انا اكون منتك that evening i had work to do in the kitchen as usual كان عندي شغل لازم اعمله في المطبخ كالمعتاد it was almost bedtime وكان ده تقريبا وقت النوم او وقت الذهاب الى الفراش and i was helping to prepare lunch وانا كنت بساعد في اعداد lunch الغداء for the next day لليوم التالي when i heard loud noise عندما سمعت صوت loud noise صوت عالي listen what is it i said a convict escape last night يعني شخص مدان او متهم escaped هرب last night الليلة الماضية joke explained that noise was a warning to everyone in our village الصوت ده كان تحذير لكل شخص في القرية that another convict has got away ان فيه شخص مدان اخر has got away يعني هرب from the prison ship من السجن السفينة mrs joe added what are they i asked وما هؤلاء طبعا نسأل الوضع الصغير بيب دوت they are ships where they put people because they have committed a crime دي السفن بقى اللي هما عامنينها زي سجن كده يضعوا فيها الناس اللي هما committed a crime ارتكبوا جرائم replied my sister now go to bed والان اذهب الى الفراش she shouted i remember that i had seen a broken old ship تذكرت ان انا شفت سفينة قديمة محطمة far out on the marshes that day في الادغال او الاحراش في ذلك اليوم perhaps it was a present ship احتمال تكون دي سفينة من السفن اللي عامنينها سجن as i fell asleep يعني هنا وانا كنت بنام بقى i realized that the man i had met that day was one of the escaped convicts ان الراجل اللي انا قابلته كان واحد من هؤلاء المدانين او المجرمين he wanted blacksmith's file هو كان عايز المبرد بتاع الحداد so that he could take off his leg irons عشان يخلع الحديد اللي في رجله and get away from the marshes quickly ويهرب من الادغال دي quickly بسرعة he scared me but i also felt sorry for him هو خوفني ولكني ايضا شعرت بالاسى والاسف لاجله early the next morning i got up and went into the kitchen it was christmas day and guests were invited to dinner وتمت دعوة الضيوف على العشاء there was some delicious cheese in the kitchen كان يوجد بعض الجبن الشهية as well as nuts بالاضافة لبعض النقانق apples والتفاح and oranges والبرتقال and a cold meat pie طبعا meat pie اللي هي فطيرة من اللحم البارد i took them all then i went into joe's work room ودخلت الورشة بتاعته and found blacksmith's file وطلعت المبرد بتاع الحداد closing the front door quietly behind me and holding all the food carefully عفلت بقى الباب بحرص وكمان بمجرد ما عفلت الباب بالحرص والحذر الشديد دوت بهدوء ومسك كل الطعام دوت بحرص وبحذر i sit of انطلقت ran to the graveyard منطلقا الى المقبرة and then out into the mist وفي الضباب and over the wet marshes وكمان داخل الاحراش والادغال المبتلة يعني في ندى بقى او في بعض الضباب والندى suddenly quite by surprise i saw a man in grey who seemed to be asleep فجأة طبعا في مفاجأة بالنسبة له شاف راجل لابس grey وماضي ونايم he wore leg irons and stood up when he saw me برضو فرجلي leg irons اللي هو الحديد اللي فرجلين وشافني لما شافني stood up يعني واقفا at first i thought he was the man that i knew في البداية افتكرت الراجل اللي انا عارفه but then i realized that his face was different ولكني لاحظت ان وجهه مختلف he looked at me for a moment before disappearing into the mist بصري اللحظة قبل ما يختفي في الضباب i wondered who he could be من قد يكون and what he was doing out here وما الذي كان يفعله out here يعني هاهنا afterwards وبعد ذلك i found the man i was looking for وجدت الرجل الذي كنت ابحث عنه i gave him اعطيته the food at once الطعام and he ate it quickly وأكله as i told him about the other man ونعم ما لأخبره عن الرجل الاخر that i had just seen الذي رأيته he wanted to know who he was and where he had gone كان عايز يعرف هو مين وكان رايح فين but i couldn't tell him ولكن لم استطع اخباره then as soon as he had eaten وبمجرد ما اكل he took the file from me اخذ المبرد and he started trying to remove his legs وبدأ يحاول لنزع بعد أصفات او الحديد وكلبشات اللي في رجلو ودعواتي لكم بالتوفير with an angry look on his face بنظرة غاضبة على وجهه i was afraid again so i ran home as fast as i could as i ran i ran back across the marches i could hear the sound of the file on the legs i ran through the mist طبعا الولد طلع يجري تانا على المنزل وهو بيجري كان سامع صوت الفايل اللي هو المبرد دوت وهو بيعمل ايه الرجل بيفك بالحديد في المست الضباب او ايه الشبورة اللي احنا بتقول عليها بس عندهم طبعا كثيفة شوي mrs joe was busy appealing the house for guests ليه اخته بقى كانت بتعد المنزل للضيوف so joe and i were along together كان هما مع بعض بقى الولد وهو وجو اللي هو smith او black smith اللي هو الحداد i began to feel guilty about the food and the file which i had stolen بدأت اشعر بالزنب على الطعام والمبرد اللي انا سرقتهم that morning and i wanted to tell joe وطي هادا واردت اخبار joe بما فعلته but then and then i thought he might not want to be my friend اعتقدت ان هو ممكن لا يصبح صديقي if i did لو انا اخبرته so i said nothing ولذلك لم اقول شيئا ولم اخبره اي شيء it was not long before he the justice arrived and we sat down to christmas dinner يعني بعد وقت بسيط اتى الضيوف وقعدوا على العشاء at first nobody noticed that anything was missing في البداية محدش لاحظ ان اي حاجة مفقودة but then ولكن بعد ذلك to my horror لرعب الشديد بقى بامبلشوك عزمهم عليها او اعطاهم اياها the justice happily agreed and she went to find it وذهبت لاحضرها joe told me i could have some وجو قال ان انت تقدر تاخد منها كمان حتة او بعضها and i felt very bad شعرت بالسوء الشديد at any moment mrs joe was going to discover that the meat pie had disappeared from the kitchen في اي لحظة بقى هتكتشف ان الفطيرة اختفت من المطبخ unable to say that to stay at the table with all the guests unable to stay at the table يعني طبعا وانا مش قادر اعوى بقى لاني مش قادر اجلس على الترابيزة مع كل الضيوف any longer لمزيد من الوقت i got up from my chair and ran to the front door وقمت من الكرسي بتاعي وجريت نحو الباب الامامي but when i opened it ولكن عندما فتحته a group of soldiers entered مجموعة من الجنود دخلوا just as mrs joe came back into the room shouting مجموعة من الجنود دخلوا في نفس اللحظة اللي طلقت فيها بقى mrs joe وهي عملها تصيح the pie has gone الفطيرة اختفت the appearance of a group of soldiers made the guests forgot about the pie ظهور مجموعة الجنود جعل الضيوف ينسون امر الفطيرة and they all stood up from the table وكلوه موقفوا من على الترابيزة everyone wondered why the soldiers had come الجميع يتساءل لماذا اتى الجنود and we all felt nervous وكلنا شعرنا بالتوتر والعصبية we need blacksmith to make some handcuffs نريد الحداد لاصلاح بعض الكلبشات او الاصفاد اللي هي القيود الحديدية please من فضلكم the first soldier said قال اول جندي we are looking for two conflicts نبحث عن اثنين من المدانين who broke their handcuffs and escaped اللي هم حطموا الهندكافز الكلبشات بتاعتهم وهربوا we think they are hiding out on the marches نعتقد انهم يختبئون في الاحراش او الادغال although they probably won't try to get away until tonight بالرغم من ذلك ان هم من المحتمل انهم لن يحاولوا الذهاب بعيدا قبل الليلة when he asked if we had seen them everybody else said no الجميع قالوا لا I did not speak وأنا لم أتحدث Joe made the handcuffs for the soldiers Joe صلح الهندكافز اللي هي الكلبشات للجنود and they waited with us as he worked وانتظروا معنا بينما كان يعمل when they were finished عندما انتهوا Joe and I followed the soldiers out of the village and onto the marches راحوا مع الجنود لغاية marches الادغال والاحراش قالك هنا I hope we don't find the conflicts Joe I said quietly اللي طبعا هو بيقول لي جو اتمنى من لقهمش me too babe جور بلايت قالوا أنا كمان day became night أصبح الأمر اليوم مساءً as we walked over the marches بينما يسيرونا داخل الأحراش والأدغال it was raining كانت الدنيا تنطر and the wind blew وهبت الرياح they rain into our faces يعني الرياح بقى خلت المطر يجي فوشهم suddenly we heard angry shout nearby وفجأة سمعنا صيحات غاضبة بالقرب مننا I was afraid of what was about to happen وكنت خائف أفرد مما على وشك الحدوث بهاللقطة دي سنة ثالثة سنوي انتهينا من chapter one من قصة great expectations آمال عظيمة أو توقعات عظيمة للكاتب شارلز ديكنز نتمنى منكم بقى دعم قناتكو باللايك طبعا الاشتراك الأول وتفعيل الجرس واللايك والشار والكومنت ودعوتنا ليكو كالمعتاد بكل توفيق وانتظروا بقية الكتاب في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته